المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية من وجهة نظري فيه ثلاث مرتكزات للمسؤولية الاجتماعية من خلال بحثنا على مدى عشر سنوات نحن نقيم الوضع في السلطنة وقدنا ثلاث أشياء مهمة جدا أو نقدر أن نقول هي الأساس من قوانب تشريعية لا يقدر تشريع إلى الآن للمسؤولية الاجتماعية هل هي اختيارية أم إجبارية أيضا في موضوع هو موجود في الشركة في هي العامل السوق المال الحين في دراسة أو مدونة سلوك راح تكون يعني إنه يشتغل عليها وهذا الشي طيب يعني بنشوف كيف وين بتصل المسؤولية الاجتماعية بالنسبة للشركات هل هي بتكون ضمن إطار حوكمة القوانب المؤسسية وإطار العمل ليحكم أداء هذه الشركات المرتكز الآخر اللي هو الممارسين اللي هو الاندستري نفسه أو القطاع التجاري في عمان أيضا يعني لاحظنا عدم تخصصية في المشاريع يعني والتكرار في مواضيع المشاريع المسؤولية الاجتماعية عدم شموليتها لإلا لبعض الشركات الكبرى في مناطق الامتياز أو مناطق العمليات أولا أن تعريف المسؤولية الاجتماعية هو عمل تطوعي ذو التزام أخلاقي وبالتالي تحويله وسن قانون إله معناها تحويله من شكل تطوعي إلى شكل إجباري هذا النقطة الأولى الأخرى نطاق تقطية القانون فنحن نعلم أن القطاع الخاص هناك شركات الحكومية هناك شركات المساهمة العامة هناك شركات العائلية هناك المستثمرون فالقانون عندما يأتي كيف سيغطي كل هذه الشرائح تحقيقا أيضا لمبدأ لا ضرر ولا ضرار في هذا الجانب الأمر الثالث مرونة أي قانون لو تم إصداره في هذا الشان أن يتكيف مع المتغيرات سواء منها الاجتماعية والاقتصادية أو التكنولوجية بمعنى أن يكون لو تم يدفع بالجانب التنظيمي أكثر من أن يقيد حركة وإبداع الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية النقطة الأولى أول شيء خلق منصة تفاعلية مباشرة مع المجتمع للوقوف على احتياجاتهم ومع عدم يعني مع وضع في عين الاعتبار أيضا رؤية السلطنة هل تتلاءم مع هذه المشاريع التي يطالب بها المجتمع فموضوع التفاعل أو خلق منصة تفاعلية مباشرة مع المجتمع هذا النقطة مهمة جدا للوقوف على احتياجاتهم النقطة الثانية إشراكهم في تنفيذ هذا المشاريع فليس فقط أنا لا أتكلم طبعا هنا عن المجتمع المحلي أو المتأثرين المباشرين بالمشروع أو المطالبين بالمشروع أيضا أتكلم عن الجهات الحكومية التي سيكون لها دور في هذا المشروع أثناء تنفيذه أيضا لصناع القرار إشراكهم جدا مهم لنجاح أي مشروع النقطة الثانية تأهيل رواد أعمال قادرين على تنفيذ المشروع بدل البحث عن شركات ضخمة قائمة أو شركات خارجية تستجلب للسلطنة ويطلب منها تنفيذ المشروع حرصت شل طبعا في هذا المشروع على أنها تأحل رواد الأعمال المهتمين بمجال الطاقة وبالتالي هما يقوموا بتنفيذ المشروع كم رائد عمل أهلته إلى الآن طبعا نحن أخذناهم على على مراحل فصار في مرحلة تدريبية لهم على أساس حتى في المناقصات كان لازم تأهيلهم في وضع مناقصات كيف كيف يقدموا للمناقصة على مستوى عالمي المرحلة الثانية كانت أيضا تدريبهم في وضع هذا الألواح وإش معطياتها وكل ما يتعلق بالأمن والسلامة في هذا الجانب وأعتقد المجالات أهم المجالات التي تتوجه إليه الشركات هي المجالات التي تعمل فيها فالتخصص في هذا المجال مهم جدا وأحنا في فترة ممتازة بدأنا فيها في خدمة المجتمع حديثة في السلطنة وبالتالي تعطينا فرصة ممتازة أن نعمل على خطة واضحة كلهم حسب تخصصه هذا راح يعطي فرص تخصصية بالإضافة أنها يكون موجهة بالصورة الصحيحة إلى المجتمع ويكون في تكامل سواء كان من الشركات أو من جهة الحكومية أو من جهة المجتمع وبالتالي بيسهل علينا أن نعرف القاب الموجود بين المجتمع ومتطلبات المجتمع بالإضافة إلى النظر إلى الفرص التي تخص التطور الحادي سواء كان التكنولوجي أو التطور في مجالات التخصصية الأخرى وهذا راح يركز العمل المجتمعي بشكل أفضل في السلطنة المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية ترجمة نانسي قنقر